صحبتي الجميلة ايمان علي اللي دايما بتبهرني بالبرودكت اللي بتجيبها من كل حتة في العالم ايمان عندها جروب اسمه مستاند لوشن بتاعها هي شخصيا وفيه بيانات كتير جدا في الجروب ده وتأسس بصه مكتوب من 24 فبراير 2020 انا موجودة في الجروب ده من 2020 من ساعتها من ايام الكورونا واحنا يعني عملنا الجروب ده ايمان عملته ودخلت فيه هي وبنات كتير جدا وبيتكلموا على طول على الشعر والميك اوب والسكين كار والبرودكت بقى الترندي والبرودكت الحلوة وايه اللي مضروب وايه اللي حقيقي والكلام ده كله وهي بصراحة ما بتأثرش وبتجيب لنا كل حاجة معاها وهي مسافرة ولما بترجع بتدهلنا وبتشتري حاجة كتير قوي من كل حتة في العالم وهي بجد بنت جميلة جدا جدا والجروب بتاعها جميل زيها هي عارفة ايمان ان انا ما بستخدمش شامبوهات كتير انا بستخدم اكتر يعني او يمكن زي ما بستخدم الشامبو انا كمان بستخدم دراي شامبو لإيماني ان غسيل الشعر الكتير هو خطر جدا جدا على الشعر فانا بشوف ان اختراع دراي شامبو ده كان من اهم الحاجات اللي حصلت الفترة اللي فاتت علشان ما نبهدلش شعرنا وعلشان ما نقذهوش ونخسله كتير لان هو بيسبب له جفاف وبيسبب له مشاكل جمده قوي الغسيل الكتير ده فانا كمان بقول لكم يا ريت يا جماعة بلاش تخسله شعركو كتير لان ده بيدمر الشعر وانتو دايما بتسألني روتين شعرك ايه رندا بقول لكم يا جماعة ما بخسلش شعري كتير ده رقم واحد اهم حاجة في الحاجات اللي انا بعملها علشان احافظ عليه ان انا مش بخسله كتير فانا كل ما بتسافر حتة زي ما انت شايفين جابتلي دراي شامبو في الباكس الجميل اللي هي جابته وجابتلي شامبو انا يعني معرفش نوعه اول مرة استخدمه بس هيقيتلي نوعه حلو والسبونج دي علشان عارفة انا بحب لون البينك فب جد تانكيو ايمان وكل سنة وانتو طيبين